السلام عليكم ومحبا بكم معايا من جديد في قناتي سألنا الوحدة اللولة واللي هي وحدة مشتركة ما بين مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الفيزيائية فهذه الوحدة تعرفنا على جوش ديال الدرس بنسبة للدرس الأول شفنا التفاعلات المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المدى العضوية أما بنسبة للفصل الثاني تعرفنا على دور العضلة الهيكلية المخططة في تحويل الطاقة هذا العام المهم هو امتيحان الوطنية أما بنسبة للفروض التي تدرون في القسم ليس مهمة بثاف لديك شي ضروري من أنكم تعاودوا هذه الدرس إذا لم تفهمتوا شيئا سأضعوا لي المسؤولات في الكومنتر وإذا أردتم أن نزيد معكم التمارين قلوها لي في الكومنتر نتعرف على الوحدة الثانية الوحدة الثانية وهذه الوحدة مكونة من فصلين بنسبة للفصل الأول مشترك ما بين مسلك علوم الحياة والأرض ومسلك العلوم الفيزيائية إذن S-V-T و-P-C وهذا الفصل الأول سنتعرف فيه على مفهوم الخبر الوراثة مفهوم الخبر الوراثة أما بالنسبة للفصل الثاني فهو فصل خاص بمسلك علوم الحياة والأرض فقط إذن ندير الفصل الثاني خاص بمسلك S-V-T وفي هذا الفصل الثاني سنتعرف على الهندسة الوراثية مبادئها وتقنياتها الهندسة الوراثية مبادئها وتقنياتها إذن هذا الشيء اللي سنتعرف عليه في هذه الوحدة الثانية بسم الله على بركة الله نبدأوا الفصل ديرنا الأول اللي هو مفهوم الخبر الوراثة وبطبيعة الحال قبل ما نمشيوا للدرس ونفهموه ضروري من أننا نشوفوا بعد العنوان كما كنتلاحظوا مكون من كلمتين عندنا الخبر وعندنا الوراثة من اللي كنسمعوا خبر كنقولوا جاني واحد الخبر يعني جاتني واحد للمعلومة إذن الخبر هو عبارة عن معلومة ومن اللي كنسمعوا وراثة جاي من الوراثة أي أنه ينتقل من جيل إلى جيل آخر ينتقل من جيل إلى جيل آخر إذن إلا بغينا نعطيه أحب التعريف لهذا الخبر الوراثي انطلاقا من هذا الشيء اللي قلنا سنقولوا بأن الخبر الوراثي هو عبارة عن مجموعة من المعلومات التي تنتقل من جيل إلى جيل آخر إذن الخبر الوراثي هو عبارة عن مجموعة من المعلومات التي تنتقل من جيل إلى جيل آخر ولكن ده بس سؤال هو شنوية الطبيعة دين هذه المعلومات التي تنتقل من جيل إلى جيل آخر كما كتعرفوا عند جميع الكائنات الحية بمختلف أنواعها كالقوح التشابه ما بين الآباء والأبناء وهذا التشابه ممكن يكون في الصفات المورفولوجية يعني المظهر الخارجي أو اللفظ الصفات الداخلية الفيزيولوجية إذن هالتشابه ممكن يكون على مستوى الصفات المورفولوجية أو على مستوى الصفات الفيزيولوجية خلصكم تعرفوا بأن الكائنات الحية يمكن تقسيمها لمجموعة من الأنواع الكائنات الحية نحن سأخذت لتديل الأنواع الحيوانات النباتة ثم الإنسان إذا أخذنا على سبيل المثال الإنسان مهم هدو ثلاثة ديال الأنواع وكل نوع يتميز بصفات داخلية وصفات خارجية تميزه عن باقي الأنواع الأخرى إذا أمشنا الإنسان كيفاش؟ سنقول بأن هذا الكائن الحي هو عبارة عن إنسان كنعتمد على المظهر الخارجي يعني الصفات المورفولوجية كنلاحظ بأن الإنسان عنده جوجيا ليدين جوجيا للرجلين كيتمشى عليهم واحد الرأس جوجيا للعينين جوجيا للودنين إلى غير ذلك من الصفات وبالاعتماد على هذه الصفات كنصنف الإنسان يعني هذا الكائن الحي باعتباره إنسان وداخل كل نوع كنلقوا مجموعة من الأفراد مجموعة من الأفراد وكل فرد كيتميز بصفات مشتركة ما بين جميع الأفراد وصفات فردية تميز كل فرد عن باقي الأفراد الأخرى إذن عندنا كل فرد يتميز بصفات مشتركة وصفات فردية خاصة بكل فرد مثلا عندنا لون العينين لون الشعر لون الجلد طول القامة إلى غير ذلك من الصفات إذن باش ندر واحد الخلاص لهذا الشيء كنقول بأن الكائنات الحية يمكن تقسيمها لمجموعة من الأنواع وكل نوع يتميز بصفات داخلية وصفات خارجية تميزه عن باقي الأنواع الأخرى كل النوع يتكون من مجموعة من الأفراد وكل فرد يتميز بصفات مشتركة يعني كتكون مشتركة ما بين الأفراد كاملين دي لنفس النوع وبصفات فردية تميز كل فرد عن باقي الأفراد الأخرى في السنوات الفارطة تعرفت على أن العلاقة التي تربط بين الآباء والأبناء هي الأمشاج الذكر كيعتلينا مشيج ذكاري والأنثى كيعتلينا مشيج أنثوية والالتقام من هذه المشيجين يؤدي إلى تكون خلية بيضة وهذا العملية دي لالتقام بالمشيجين الذكري والأنثوي تسمى بظاهرة الإخصاب دابة الخلية البيضة التي سمى إنتاجها ستتعرر لمعامل الإنقسامات يعني ستتكاثر الخلية سنجد لكم واحد الرسم تفسيري كيبيا هذا التكاثر دي لالخلية البيضة إلى غير ذلك من الإنقسامات يعني هذه الخلية قد تعرض لمجموعة لسلسلة من الإنقسامات حتى في التالي نحصل على جانين جانين يعني خلف ينتمي لنفس النوع ديال الأبوين وله نفس الصفات الوراثية إذن نحصل على خلف له أو لا يحمل نفس الصفات الوراثية للأبوين كيف يعني هذا الشيء خلف له نفس الصفات الوراثية ديال الأبوين يعني إذا تم تزاوج بين رجل ومرأة سنحصل على الكائن البشرية إما ذكر أو أنثى إذا تم تزاوج ما بين أرنب وأرنب على سبيل المثل سنحصل على أرنب إذا تم تزاوج ما بين نبتتين سنحصل على نبتفتل يعني ينتمي لنفس النوع إذن كيف نستنجو من هذا الشيء نستنجو بأن هناك برنامج وراثية ينتقل من الآباء إلى الأبناء وهذا البرنامج الوراثي هو اللي مسؤول عن ظهور الصفات الوراثية عند الخلف في هذا الدرس سنجو على أربع ديال الأسئلة أساسية واللي هي أول سؤال أين يتموضع الخبر الوراثي كما كتعرفون الجسم كيتكون مجموعة من الأجهزة عندنا الجهاز الهضمي الجهاز التنفسي الجهاز الدوري الجهاز العصبي إلى غير ذلك وكل جهاز يتكون من مجموعة من الأعضاء وكل عضو يتكون من مجموعة من الأنسيجة وهذا النسيج يتكون من مجموعة من الخلايا إذن سنقلب فين كين بالضبط هذا الخبر الوراثي أين يتموضع بالضبط من سؤال الثاني سنرى كيف ينتقل من جيل إلى جيل آخر يعني كيفاش هذا الخبر الوراثي ينتقل من الأباء إلى الأبناء وما كيتمدلش يعني شو هي الآلية التي تمكن من الحفاظ على هذا الخبر الوراثي بش ينتقل من جيل إلى جيل آخر من تسبب السؤال الثالث قد نتعرف عن طبيعة الخبر الوراثي يعني هذا الخبر الوراثي هو عبارة عن ماذا؟ الضبط. أما بنسبة السؤال الرابع والآخر. قد نتعرف على العلاقة التي توجد بين الخبر الوراثي والصفات الوراثية. يعني كيف انطلاقا من هذا الخبر الوراثي يتم إنتاج واحد الصفات الوراثية اللي كنتشوفوها بالعين مجرده او لصفات اخرى كتكون داخلية. اذا هذا الشيء اللي قد نجاوبو عليه فهذا الدرس. اذا اول محور قد نتعرفو عليه هو اين يتواجد الخبر الوراثي. يعني قد ندلو الكشف عن تموضع الخبر الوراثي داخل الخلية. وذلك بالقيام بتجربة القطع عند الاميبة. ده بقد نقرأ لكم واحد الوثيقة. حاولوا تركزوه تفهم وهم زيان. من بعد غد ندلو التحليل ديالها. تمثل الوثيقة الاولى تجربة القطع عند الاميبة. والاميبة هي عبارة عن كائن حي وحيد الخلية ممثلة في الشكل الالف. وهي عبارة عن كتلة بروتوبلازمية مجهرية يتراوح قطرها بين ميو اسبع وعشرين او تلتمية وعبعين ميكرو متخ. غير منتظمة الشكل تحتوي على نواة حقيقية واحدة وتتحرك حركة زلاقية بطيئة باستخدام الارجل الكاذبة لبسودوبود. ويبين الشكل الباء من الوثيقة رسوما تخطيطية لمراحل تجربة القطع عند هذه الاميبة. السؤال هو ماذا تستخلص من تحليل نتائج هذه التجربة؟ المطلوب منكم هو التحليل ديال الشكل الباء. كما كتلاحظوا عندنا جزء منوى وجزء غير منوى. دروا تحليل ديال هذه الوثيقة ثم دروا الاستنتاج ديالكم. دا بغد ندروا التحليل ديال الوثيقة اللي شفناها سابقا. هذه الخالية تمثل الاميبة. قلنا بأن هذه الاميبة عبارة عن كائن حي وحيد الخلية يعني كيتوفر على خلية واحدة. وهذه الخلية تتوفر طبعا على نوات سيتو بلازم ثم غيشاء سيتو بلازمية. بالنسبة للتجربة اللي درنا هنا يا هزينا هذه الاميبة ثم قمنا بقطعها على جزئين. بالنسبة للجزء الأول يتوفر على نوات هو هذا الجزء اسميناه بالجزء المنوى. أما بالنسبة لهذا الجزء الثاني الذي لا يتوفر على نوات اسميناه بالجزء الغير المنوى. من بعد لاحظنا بأن هذا الجزء الذي يتوفر على النوات يتكاثر وكي يعطينا جزء دي الخلايا. في حين أن الجزء الغير المنوى يعني لما فيش نوات يتم منحلاله يعني كيموت هذا الجزء. ده باشنو كنستنجو انتلاقا من تحليل هذه الوثيقة. كنشوف بأن من لك تكون عندنا النوات تستمر الخلية في الحياة يعني تتكاثر. أما بالنسبة للجزء الغير المنوى يعني لما كتكون عندنا النوات يتم منحلال هذا الجزء. إذن الاستنتاج الوحيد هو أن النوات تلعب دورا مهما في حياة الخلية. إذن الاستنتاج هو النوات ضرورية لحياة الخلية. إذن هذا هو الاستنتاج التي توصلنا له. ده بغد تعرفوا على تجارب القطع والتطعيم عند الأسيتابولاريا. كنفضل أن الدرس يكون عبارة عن وثائق ندروا لهم التحليل ومن بعد غد نوصلوا للاستنتاجات. حيث نفس الوثائق اللي كان ديرهم في الدرس هما اللي غد يتيحوا لكم في الامتحان الوطني. أو لا بواحد الاختلاف لهو بسيط. يعني من ده بحولوا أنكم تولفوا مع هذه الوثائق ديروا لهم التحليل. ده بغد نقرأ لكم الوثيقة الثانية. تمثل الوثيقة الثانية تجارب القطع والتطعيم عند الأسيتابولاريا. تعد الأسيتابولاريا من بين تحالب الخضراء البحرية لوحيدة الخلية. ويمثل الشكل ألف رسوما تغتيتية لنوعين من هذا التحلب. قام عالم ومساعده بتجربة القطع والتطعيم على النوعين المذكورين أعلى من تحلب الأسيتابولاريا. ويبين الشكل باء من الوثيقة ظروف ونتائج هذه التجربة. أولا حدد الهدف من هذه التجربة. ثانيا ضع فرضية تفسر بواسطتها تشكل القبعة. هد الشكل ألف يمثل نوعين من تحلب الأسيتابولاريا. عندنا الأسيتابولاريا ميديتيرانيا والأسيتابولاريا كخينيولاتا. كما كتلاحظوا بجزء بهم كيتكونوا من ثلاثة ديال الأجزاء. عندنا الوبار الجذري، الساق ثم القبعة. كل اختلاف الوحيد الملاحظ بين النوعين هو شكل القبعة. كما كتلاحظوا الأسيتابولاريا ميديتيرانيا كيتميز بقبعة ملساء. أما بالنسبة لتحلب الأسيتابولاريا كخينيولاتا كيتميز بقبعة مسننة. هذا هو التحليل ديال الشكل الألف. ده بغد نديروا التحليل ديال الشكل الباء. كما كتلاحظوا عندنا نوعين من تحلب الأسيتابولاريا. عندنا الأسيتابولاريا كخينيولاتا لكتميز بقبعة مسننة. والأسيتابولاريا ميديتيرانيا لكتميز بقبعة ملساء. درنا تجربة القطع. يعني قمنا بقطع غيرين وقتلها لدينا هذه التحليل. كلها تحليل من стقلati. هذا كم هو جزء القاعد يلي تحلب الأسيتابولاريا كخينيولاتا. وهذا كم هو جزء القاعد يلي تحلب الأسيتابولاريا كخانيولاتا. من بعد سكرنا بإزالة النواة وتبديلهما. هذا الجزء القاعد يلي تحلب الأسيتابولاريا كخينيولها و سibeنا بسوداء النواة ميديتيرانيا بسبب ميناصرة، جارية Cool Para وهن الجزء القاعدية للإحصل buscar كرينيولاتا المطา ن تصل على نواة ميديترانية تصل على نواة جديد من نوع مديترانية وهناي الجزء القاعدية دي الأسيتابولاريا ميديتيرانيا اللي احتنا فيه النواة دي الأسيتابولاريا كخينيلاتا اعطى لنا تحلب جديد من نوع الأسيتابولاريا كخينيلاتا يعني أصبح عنده قبعة مسننة وهذا الجزء القاعدية الغير المنول يعني الذي لا يتوفر على نواة تم ضموره وانحلاله يعني هذا الجزء لا يتكافر ولا ينمو يعني صاف كي يكون ميت دي رغضين جبوا على الأسئلة من سبب السؤال الأول الهدف من هذه التجربة هو تحديد دور النواة في حياة الخلية أما من سبب السؤال الثاني كان لحظ بأن الوابر الجذري الذي يحتوي على النواة وحده يستمر في العيش ويجدد خلية كاملة يعني كيعطي لنا تحلب جديد وذلك بنفس صفات الخلية الأصل للنواة أي أن شكل القبعة مرتبط بنوع النواة إذن من خلال تحليل الوثيقة الثانية يمكن أن نفترض أن النواة هي المسؤولة عن تشكل القبعة يعني النواة هي التي تحمل الخبر الوراثي حيث ملكاً بتدل النواة كنلاحظ بأن حتى القبعة يعني الشكل ديالها كيتبدل ذا بغد نتعرفه على تجربة الاستنساخ عند العلجوم وغد نقرأ لكم الوثيقة الثالثة تمثل الوثيقة الثالثة تجربة الاستنساخ عند العلجوم قصد تحديد تموضع الخبر الوراثي داخل الخلية قام العالم جوردون سنة 1960 بتجربة على سلالتين من العلاجم علجوم عادي متوحش وعلجوم أمهق كما هو مبين في الصورة الجانبه لقد قام هذا العالم بأخذ نواة خلية معاوية لشورغوف أمهق وزرعها داخل بويضة علجوم عادي بعد أن قام بتعريض هذه البويضة للأشيعة فوق البنفساجية بهدف تدمير نواتها الأصلية ذا بغد نور لكم واحد الوثيقة له عبارة عن رسوم تخطيطية تمثل مراحل التجربة والنتائج المحصل عليها انتلاقا من معطيات هذه التجربة بيّن كيف مكنت تجربة جوردون من تأكيد المعطيات الواردة في تجارب التقطيع الخلوي عند الأستابولاريا بخصوص تموضع الخبر الوراثي تمثل هذه الرسوم التخطيطية مراحل التجربة والنتائج المحصل عليها دا بوقفوا الفيديو ثم ديروا لي التحليل ديالهد الوثيقة دا بغد نديروا التحليل ديالهد الوثيقة كما كتلاحظوا عندنا علجوم أخضر حيّدنا منه بويضات غير مخصبة ثم قمنا بتعريض هذه البويضات للأشيعة الفوق البنفساجية خاص دا تدمير نوات فحصلنا على بويضة بدون نوات من بعد مشينا لواحد العلجوم أمهق مليك نقوله أمهق يعني ما كيناش تبغط الميلالين اللي كتعطينا التلون الأخضر لهذا العلجوم ثم قمنا باقتلاع النوات من خلية معاوية يعني هذه العلجوم الأمهق مشينا لواحد الخلية معاوية على مستوى الأمعاء حيّدنا منها النوات ديك النوات قمنا بزرعها في بويضة العلجوم الأخضر التي لا تتوفر على النوات فحصلنا في التالي على بويضة بنوات خلية علجوم أمهق ثم من بعد دلنا الاستنساخ فحصلنا على ثلاثين علجوم أمهق إذن هذا هو التحليل للهد الوثيقة دا باشنو كنستنجو من خلال التحليل للهد الوثيقة كنقوله بأن زرع نوات الشرغوف الأمهق داخل بويضة بدون نوات لعلجوم عادي أدى إلى إعطاء علاج مهقاء ويتبين من هذا أن ديك العلاج من ناتجة عن الاستنساخ لها صفات لعلجوم الذي أخذت منه النوات وبالتالي فإن الصفة ديال الأمهق انتقلت من نوات لعلجوم الأمهق إلى العلجوم العادي وهذه المعطيات تؤكد استنتاجات تجارب التقطيع الخلوي عند الأستابولاريا أي أن النوات هي موضع الخبر الوراثي إذن انطلاقا من التحليل ديال الوثائق السابقة يعني الوثيقة الأولى الثانية والثالثة توسطنا إلى الاستنتاجات التالية أول الاستنتاج هو أن النوات ضرورية لحياة الخلية وتوالدها يعني من لك تكون عندنا النوات يستمر الجزء المنوى في الحياة ويتكاثر أما بالنسبة للجزء الغير المنوى أي الذي لا يتوفر على النوات يتم منحلاله ويموت يعني لا يتم تكاثر هذا الجزء الغير المنوى بالنسبة للإستنتاج الثاني هو أن النوات هي التي تتحكم في التكوين الشكلي للخلية وهذا الشيء اللي تعرفناها بالتجربة الثانية اللي قمت بتحيييل تحيييط فالتجربة الثالثة اللي در الاستنساخ العلجوم ذا بال στην أسئلة أين يتموضع الخبر الوراثي ما هي الجواب التجربة ؟ الجواب هو أن الخبر الوراثي يتموضع على مستوى النوات إذن الخبر الوراثي يتموضع على مستوى النوات النوات إذن دم جاوبنا على السؤال دي المحور الأول يعني أين يتموضع لخبر الوراثة على مستوى النوات وبهذا أكون قد أنهيت هذه الحلقة شكرا على حسن المتابعة وإلى الفيديو المقبل إن شاء الله ما تنسوش ضغط على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس بش يوصلكم كل جديد اشتركوا في القناة